هذا الواحدة من كذبات العسكر المتكررة كل كامل سنة كده لما يبقى فيه فشل أو يبقى فيه تخبط في بعض الملفات بيستحضر العسكر بعض الانتصارات الوهمية عشان يتباهى بها قدام الناس أو بعض الانجازات الوهمية يعني عبدالفتاح السيسي القاصي والداني شايف الفشل اللي عمله في كل الملفات الاقتصادية وملف التعليم وملف الصحة وملف المواصلات وأخيرا طبعا ملف سد النهضة والتنازل عن غاز المتوسط والتنازل عن طران وصنفير وملف الحريات كل دي ملفات فشل فيها عبدالفتاح السيسي عشان يظهر قدام نفسه وقدام بعض البهاليل بتوعه إنه بينجح عامل شماعة اسمها الإرهاب وحرب وهمية كبيرة جدا وعمال بينتصر فيها المصيبة إنه بقاله النهاردة ستة أو سبع سنوات عمال بيحقق انتصارات وهمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اللسان المتحدث باسم القوات المسلحة وفي البيانات الرسمية وفي البرامج وفي منشتات الصحف مش عارف دمرنا قد ايه ومش عارف قتلنا قد ايه من كم يوم لسه المتحدث باسم السيسي بيقول اه دمرنا عشر تلاف عربية فيها اربعين الف اه اه ارهابي لكن على الارض على الارض كل يوم اه بنزف شهيد وكل يوم بيسقط شهيد من الجيش المصري في سيناء وعلى الحدود وفي كل حتة في مصر بسبب الارهابي اللي النهاردة عبدالفتاح السيسي حتى النهاردة بعد تلاتين شهر يمكن دايما السيسي بيأكد على موضوع العملية الشاملة اللي بقى لها تقريبا حوالي تلاتين شهر واللي شارك فيها اكتر من خمسة وعشرين الف فرد جيش سواء كان جندي او ضابط خلال التلاتين شهر اللي فات ما شفناش نتائج على الارض غير كل يوم الحق تفجير اه ارتكاز فين الحق تفجير نقطة الحق اه ضربوا المعسكر الحق ضربوا المواطنين الحق النهاردة نزلوا اه صف زابط من العربية وقتلوه عاملين كمين للجيش في سيناء على ارض مصر تخيل الارهابيين او اه اللي بيحاربهم الجيش بقالوا ست سنين عاملين كمين للجيش في سيناء على الطريق وبينزلوا الزابط وبيقتلوه من هذه الانتصارات الوهمية او المشاريع الوهمية بقى الفناكيش الكتيرة اللي بيتكلم عنها السيسي خلال اه السنين اللي فاتت مش هكلمك بقى عن اه قناة السويس اللي دفع فيها مليارات من الخزينة ومليارات بالسلف والدين وقال لك عشان نرفع الروح المعذوية للمواطن المصر ولا هكلمك عن اه العاصمة الادارية الجديدة ولا على المشاريع الوهمية اللي مشوفناش منها لا بيض ولا سود مشروع اسمه مشروع محطة الضبعة النووية محطة الضبعة النووية ده مشروع قديم جدا من ايام السادات السادات لما كان يحب كده يطلع يتفاشخر يلاقي نفسه وعامل فشل ومعندوش حاجة يتكلم عليها يطلع يكلمنا عن محطة الضبعة النووية واللي هتخش الخدمة خلال كام سنة وهتنقل مصر مش عارف منين لفين مات السادات واستلب مبارك نفس الكتبة ونفس الملف ونفس المشروع الوهمي ونفس كل يوم الحديث عن مشروع الضبعة النووية ومش عارف قريبا افتتاح الضبعة النووية ومصر تدخل الى عالم الدول النووية مش مبارك وجه عبدالفتاح السيسي وبنفس النغمة سنين عشرات السنين لحد النهاردة لا شفنا محطة الضبعة النووية ولا شفنا مصر دخلت حيز الدول النووية ولا شفنا مفاعل نووي ولا شفنا بطيخ ولا شفنا بتنجان مغير دحكة عدقون النهاردة رئيس المحطات النووية الاسم ايضا يعني يصير السخرية ايه رئيس المحطات النووية انت عندك حدة محطة اه اه وحيدة يتيمة اسمها محطة الضبعة النووية بقالها سنين مجرد صور صور في ارض سحرة ما فيهوش حد بيوحد ربنا تيجي النهاردة تقولي رئيس المحطات النووية طب انت بترقس مين وفين المحطات النووية اللي انت بترقسها المهم سيادته رئيس المحطات النووية واسمه امجد الوكيل بيقولك الانتهاء من الرصيف البحري لمحطة الضبعة خلال واحد وعشرين يوم واحد وعشرين شهر ده طبعا خبر اه لما تبقى قاعد كده على الكنارة وماسك الجريدة او ماسك الرمود تتجعس كده الورا تتجعس كده الورا وتقفل الجاكت وتقول بس بعد واحد وعشرين شهر هيبقى عندنا اه الضبعة النووية او المحطة اكتشفنا لما تقرى الخبر بقى يقولك لا ده ده الرصيف الرصيف يعني الرصيف البحري اللي بيطل على البحر اللي قدام المحطة اللي لسه ما تبنتش واللي بقى لهم سنين بيوعدونا انها هتتبنى كمان كم سنة من الانجازات بقى اللي بيتكلم عنها الباشا رئيس المحطات قال ان المقرر كان انجاز المهمة في اربعة وعشرين شهر لكن بناء على تعليمات سيادة الرئيس وتعليمات القيادة السياسية هنبني الرصيف في واحد وعشرين شهر واكتب يابني عندك وامضي يابني عندك وسجل يابني عندك انجاز وحطها ضمن الانجازات اللي عمالين بنعدها كل يوم والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ومحدش بيدور ورانا انا بسأل اهلنا في الضبعة وانا اصلا من الضبعة يعني اولاد عم هناك وعيلتي هناك يا طرى ايه اخبار محطة الضبعة النووية دي يا طرى ابعتولنا كده قولولنا يا طرى محطة الضبعة اللي بيحكوا عنها من ايام السادات ومبارك ودلوقتي عبدالفتاح السيسي يا طرى المحطة دي وصلت لفين يا طرى قدامها قد ايه وتشتغل يا طرى زي ما بنشوفها في الصور مجرد صور وممنوع الاقتراب والتصوير ولما تخش جوه هتلاقي شوية رمل وشوية اه اه مباني مهدود اعتقد المباني اللي اتبنت ايام مباركة هدت بفعل الهوى وفعل التعرية طبعا وييجي السيسي النهاردة بيقولك اه بعد واحد وعشرين شهر اه بحقب شكرا